أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع خاصة مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع الهام هذا وطلق شعراوي تقريرا بشأن جهود المحافظات لإزالة والنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية بالمحافظات لافتا إلى أهمية الدورة الكبير للجماعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الجمع والنقل ومعالجة المخلفات والقمامة وللمشاركة في تطبيق الجمع المنزلي للقمامة خاصة مع الاستمرار في النقل نواتج تطهير الترع والمصارف حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها ترجمة نانسي قنقر